السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد قبل ما سنبدأ جمعة مباركة على الجميع سنشارك معكم في هذا الفيديو كيف ما شفتوا الزيتون اللي كنت شاركت معكم في واحد تدابير اللي كانوا دازو شخخنا الزيتون وكنت بدليه الموجد كنت لكم سيمانة إن شاء الله كيف ما عارتوا كنت مصافرة وخليتوا يعني هو رجع صفي حلو ولكن اليوم سنشرملوا معكم إن شاء الله وعد نصوبوا على جوج أشكال هادي سبقوا معي حتى الأخير الفيديو باش هذا الفيديو هذا يكون كامل الناس اللي ما شافوش الفيديو فشقنا وعد ندير بعض اللقطات يعني واحد تواني هكا ديال الزيتون كيفاش شقيته دقينا في اللوال وكيفاش غصلته على بركة الله عندي هنا ثلاثة كيلو ديال الزيتون كنت غصلتها مزيان كما قد لكم في الماء والخل مزيان مزيان حتى تحيد الغبرة وتحيد الطراب وتحيد دك الشوائب كاملة كما تكون في الزيتون ضروري نغسله باشاك كما يجيناش من الدرس من اللي نكونو كن اكلوه واخديت كتاخدو المهراز بحلاكة ولا كتشقوه بهاتطريقا بعد مسالته اكيد درتوه في الماء بهات الشكل وحيت لي ذاك الماء اللوال ودرت لي هاك هذا غطيته بالماء في واحد القريعة كديرو بيدو ديال الخمسة يطرو ديرو انا هادي كددي ثلاثة كيلو نيشان ديال الزيتون وبديت كان بدليه الماء يوميا كان بدليه الماء حتى وجد واخا كان شوية المدة عندي طويلة مليح بالسيمنة صافي ولا حلوة لكن ماكنش اكيد خليته حتى رجعت ما بوقيتش كان بدلوه يعني سيمانة يوميا كتبدلو له الماء سبعة ايام وكيولي على هاد شكل هادا بعد ما دست عليه السبعة ديال ايام غادي نحط لكم حتى الرابط مشروح مزيان ويعني بالقاعدة هكا باش تشوفوا الطريقة باش خدمناه في الاول لان انا اختصرت لكم اغير باش يكون الفيديو كامل ومكمول هنما فيه لا ملح لا حتى حاجة لما بدلناه سبعة ديال المرات رجع حلو غادي ان شاء الله نشرملو معاكم غادي نديرو في بعد ما اخويتو صافي ما بقيتش غسلتو بشي ما هكا ولا حيت ذاك المصافي هو هذا درتوه في الصفاي وحطيتو ما بقوش عوتان يتابعين وكنغسلو حتى ما يبقى فيه قا حتى مذاق هدو هما المكونات اللي غادي نستعملو كيف ما قدلكم غادي نستعملو علاجو اشكال غادي ندير واحد محمض وواحد مشرمل او لا مقوم اللي كتاكلو عادي بسم الله على بركات الله غادي نبدأ معاكم نصوبو هدك الزيتون اللي كيكون حامض اللي كتهزوه تحطوه في الطاجين وتحطوه في شي ودي لكم ديال الطياب في اي حاجة استعملتو فيها الزيتون يعني هو هدا اللي غادي تشوفو بالنسبة لهدا الحامض مصير ممكن تديرو الحامض عادي ممكن تديرو داك الرنج او لذك الليمون الرنج هدا هو اسمية ديال وذك زنبوع اللي اسميتو وإلا ما كانش كان كتافي وغير بالحامض خديته هنا يا جوج ديال الحامضة تبغيت نديروهم طرنشة هكو ولكن ضروري نركزو على العظم ديال زيتون نحيدوه لانه غادي نطحنوه في الاخير معدا هذا الشرائح ما غاديش نطحنوه ولكن هداك المصير غادي نطحنوه وخدرتو حامض اللي هو عادي حيدو العظم الضروري تقراشتون يحيتون في الول حبا بحبا حيت لي هدوك العظم كاملين لان العظم كيعطونا واحد المدق مزوينش تاهد الدوائر هادو جوج ديال الحامضة ممكن هاد القياس اللي ادرت معاكم انا هنال الزيتون عندي قليل ما كتيرش غادي نفرقوا ولكن هاد القياس ممكن تديروه لثلاثة احتاربعة كيلو ديال الزيتون يعني احتاربعة كيلو ديال الزيتون اولى ذاك خمسة كيلو هاد القياس ما تزيدوش عليه يعني هاد القياس اللي صوبت معاكم غادي تصوبوه الكيميا كتير عندي ايضا واحد الكيميا شوية بديت عوتاني كنغسلها ولكن ما زال ما وجدتش ان شاء الله غادي نزيد نخلطهم في الاخير وما غاديش نزيد هاد القوام هادا وهنا هادو هما المكونات الاعشاب منسيمة اي حاجة كتعجبكم تنسمو بها الزيتون ديالكم كتحطوها قدامكم وكتخدموا بها هنا غادي ناخد الهاشوار ولا اخدوا الغرف دياله طحنة ديال العاصير المهم غادي نطحنو هاد الحمض باللب دياله بكل شيء ولكن تبغيتو تديرو الحمض عادي تديرو تقريبا واحد اربعة ولا ديال الحمضات ولا خمسة ديال الحمضات وهنا يراك كتر يمكن ليدرت وبالنسبة للحمض غادي نوريه لكم هذا هو اللي صوبت معاكم في واحد الفيديو السابق هو تماما راه وجد تقريبا ثلاثة الاسابيع ولا ربعة العام المقبل ان شاء الله لحيان الله راك تلقاوا اللون دياله ولا شوية بني وكيولدك فيه داك العصير دياله بحال غليكوز ولا بحال نفج كيكون خاتر يعني هوا هادا مكيكونش فيه لموكي يعطانا هاد النتيجة ولكن حاليا انا راك نستعملو اي حاجة بغيت نستعملها راك نخدموه بالنسبة للملحات ديرو هاد الملحات الحية هدي كتباع حرشة راكتكون عند العطار كتباع بالكيلو كتكون زوين ثلاثة ديال المعالق لان الحمض فيه شوية ديال الملحة ولكن تديري الحمضة عادية تديرو ربعة ديال الملاعق اوراق ديال الرند بالنسبة له هاد الحارات هادو هاد السودانية انا اللي يبستهم هكا انا اللي كنصوبهم كننغسلهم وننشرهم في الشمش وكنجمعهم في قريعات وبالنسبة للتوم كتاخدو التوم انا هاد التوم اخواتي عندي فلمو جميد كتاخدوه كنخليعنا بالقشرة ديالها بها تشكل هاد وحدة ربعة ديال الدروسة حتى الستد يال الدروسة ما تكترووش بزاف وما تديروش قلعو تاني من ربعة ايضا غادي ندير الكمون حبوب وغادي ندير الزعتر واليازير اولا اكلي الجبل هدو هما الاعشاب اللي درنا وممكن تنسمو باي حاجة بحز عطرة بحال هذا هو الحمض غادي نوريه لكم شوفوا ما شاء الله هدا هو اللي صوبت معاكم في الفيديو اللي فات تقريبا شي ثلاثة ديال الاسابيع هادي كنت درت معاكم الجوج ولا ثلاثة ديال القراءة ديال الزج او لا اكتر ودرت عاو تاني هادو 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 الكبار هادو يعني كنصوب كيميا كتيرا وباش ميجو كمش الفيديو طويل كنوريكم واحد القياس مثلا واحد ثلاثة كيلو ولا اربعة اما الحمض الحمض انا كنصوبه على طول العام وكنستعملوا دائما في الطبخ ديالنا كنستعملوا هادو الحمض المصير بزاف 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 هنا خلطنا ديك الكيميا كل هاي لشتورة ما درتش الماء والزيتون ها هو دا خديت تقريبا نصو لكن في الاخير مازال غادي نزيد واحد شوية لأسف الزيتون هادو العام ما كانش شي كيميا اللي هي كتيرا باش نصوبه اما في السنوات الفيترة كنصوبه البرام الكبار بهات الطريقة وما كي يخسر ما كيوقع عليه هتا حاجة قدرت فيها اللي ما غادي نحاول نغطي الزيتون بالماء ولكن هاد الكيميا راجت نقلي لغادي نزيد من ذيك القصرية عندي وصافي كتاخدوا هادو الخليط هادو كيف ما شفتوه هو اللي كنديرو هادو راح فيه لما اوتو ما هاتو ماشتو ما عواد اي عشبة كتعجبكم في الريحة ديالها بغتو تديروها ممكن تديروها هادو الثلاثة اللي كندير غادي نكتب ليكم ان شاء الله في صندوق الوصف هادو كل اعشاب هكا باش يبقاوها كم سجلين عندكم هادو الثلاثة اللي بغاو يشرملو الزيتون هادو القياس هادو ممكن تديروه القرعة كلها عمرة حتى الفم ديالها هادو القياس كله اللي شتو ديال هادو الخالط بالنسبة لاذا اللي درنا فيه الماء راح صافي من هنا يومين تلتيام راح واجد كتعزو منه الزيتون وكتديروه في الطاجين ديالكم ولا تاكلوه غير هكاك مازال غادي نزيد في الاخر واحد الخويت ديال الزيت من اللي غادي نستعملها للقرعات الاخرين و هادو القياس اللي خليت غادي نشرملو نقومو هكا هو اللي كي ناكلوه بهاتش شكل هكا بالنسبة لي درت معي القا ديال الكمون حبوب وشوية ديال اليازير وايضا الزعتر معي القا صغيرة ديال تحميرك تبقى اختيارية لا لاحطوه هنا ما درتش الهريسة لان درت فيه المزاود وما زال غادي ندير المزاود في هذا لان الحر ما كي قدروش عليه الدراج صار معي القا ديال قصبور حبوب مطحون و تكونوا من الاحسن تطحنه جديد هاد المزاود هادو حتى هما غادي نقطعو هاد الخطرين هكا دكش باش ما بغتش إلا بغيتو المهيم الحار الاخوات اللي عندها زيتون كتيرو كتبغيت تعزل الحار بوحدو والاخر بوحدو زيدو فيه واحد المعلقة كبيرة ديال الي هريسة راكت عطيه واحد اللده اللي هي زوينة انا درت هاد المزاود ما حليتو ما شقيتو ما غادي يبقى وغير هكاك ما غاديش يجيكم حار بزافك على حسب الولدات الصغر دروسة ديال التومو اح 3 او 4 غادي تحكو التومو ها كام زيان ولا تقطعوها بالموس اللي بغيتو تحتالي بغيتو تقطعوها طريفات الناس اللي كتعجبهم التومو تبقى بينا قطعوها بالموس طريفات وجوج حمضات مصيرين بهذا الشكل هذا بالنسبة للملحة غادي ندير تقريبا واحد لان الزيتون هنا عندي قليل شوية غادي ندير واحد المعلقة ديال الملحة وصافي هنا غادي نقطع وحدة طريفات صغي ورين بهذا الشكل هذا واحدة غادي نخليها طروفة كبار بالنسبة لورق الغار حتى هو كيعطينوا واحد للدازوين لهادك الزيتون ديال نولا اي حاجة فيها الشرمولة كتجي لديدة بزاف هانتو مقطعتون بشكل طولي هانتو ماشوفوا لش حال الملحة ما تكتروش بزاف لانه صافي هذا غير كان ملحو الزيتون اما هاد الحامض هاد شرا يعني مالح من قبل ماشا كم يجيناش مالح بزاف ونغطوه بالنسبة لهذا راكدر له واحد الكاس ديال العنبه ديال الزيت كيتغطى كله بالزيت والربع ايضا غزبوره معدنس مقطعين رقاق بهذا الشكل هكا تقريبا واحد جوجه معلقة كبار لا حسب الكيمياء ديالكم إلا ادرتو 4 كيلو ديال الزيتون او لهذاك البيدو هاد القياس اللي صاوبت 3 كيلو راكدر واحد تقريبا نصف زلافة ديال الربع لانه كيتجمع بديك الزيت وما كيبقاش كيبان لو صافيها هي الشرمولة ديالنا وغادي نديرو في قريعات بالنسبة لطريقة القريعات كيكونوا معاقمين دائما قريعات ديال الجاج وكندير فيها شوية ديال الزيت من الجوانيب باش هكا يتغلف لنا غير من جنب القرعة من الداخل وكنده كنعمرو ما كنديرو فيه هادا لاوالو صافي يردو الملحة باش ميجيكمش ملحو وايضا ميجيكمش ملسوس لان الزيتون مغسول مزيان وما فيش الملحة بالنسبة لهذا اللي فيه المرة قدرت فيه تقريبا واحد جوج معلقة ديال الزيت ولو خر فيه الزيت بزاف وكنحركوا هادا القياسات اللي صابت معاكم تقريبا يومين حتى تلت يام كتبدا وكتاكلوا الزيتون ديالكم خيكون كمية كثيرة ان شاء الله مازال غادي نشارك معاكم الزيتون الاسود بالطرق دياله وقاع بجوجه ثلاثة غير ان شاء الله غادي توصل على وثاني الوقت ديال هاداك الفيديو وغادي نشاركوا معاكم وبدالي هي طويلة هادا القراحة غادي نحطهم في الثلاجة كما قلت لكم غادي يدوزوا يومين ان شاء الله ونبدوك نستعملوهم باقي غادي نشارك معاكم فيديوهات اخرين في نفسها كسياق الزيتون ديالنا هوا مبعد موجد حتى هاداك الحر وخما تقبتوش را كي يولي كي يولي هكا بحالة الى مرقد وكت تولي فيه نسماء ديال الزيتون اللي هي كتكون رائعة بالسف نتمنى ان الاعجاب ديالكم هاد الفيديو هادا متنسوش تبرتجوه مع الاحباب والعائلة وصلنا لنهاية الفيديو وخليتلكم الراحة والى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة